السلام عليكم زكاة الزهب عموما إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيا اثنان ونصف وليس هناك أي دليل ثابت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط الزكاة الزكاة عن الزهب إذا كان للزينة أما الحديث ليس في الحلي زكاة فهو حديث باطل لا يثبت غاية ما تمسك به المعنعون أنهم قالوا بعض الصحابة كان لا يخرج زكاة الزهب إذا كان حليا وهذا مدفوع بالنصوص العامة من كتاب الله ومن سنة رسول الله وأيضا يمكن تأويله أنهم كان لم يكن يبلغ ذهبهم النصاب ومعرضون بصحابة آخرين فالله قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوناها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والنبي الأمين يقول من آته الله مالا فلم يؤدي زكاة صفحت له صفايح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقدره خمسين ألف سنة ثم ينظر بعد ما قعده من الجنة أو ما قعده من النار انتبهي ترجمة نانسي قنقر